اشتركوا في القناة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله فلا مذل له ومن يبنل فلا نكيد له ولي المخلال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له الملك الحق المبين أشهد أن سيدنا وإمامنا ونبينا وشفعنا محمدا عبد الله ورسوله والصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغل الميامين الأيما المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد أيها الإخوة إن الله تبارك وتعالى عقد راببت الأخوة بين أخراج الأمة بين جميع المسلمين فالمسلم أخو المسلم والمؤمن أخو المؤمن يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة ويقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فالمتمع الذي تمزقه العدوات وتمزقه الكراهية وتنتشر فيه الغيبة والنميمة وتشتعل فيه نيران الفتن فإن هذا المتمع لا يمكن أبداً أن يكون متمعاً سعيداً ولا يمكن أبداً أن يكون متمعاً يعكس الصورة الصحيحة للإسلام أو يعكس الصورة الصحيحة للإيمان ومن شأنه أن يجنب المسلمين شر لسانه ويده لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وللمسلمين على أخيه المسلم واجبات وحقوق يجب عليه أن يؤديها له بعضها في حياته وبعضها حتى بعد مماته ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنازة وبعيادة المريض وبنصرة المظلوم وإبرار القسم ورد السلام ورد السلام وتشميث العاطس وإجابة الدعوة هذه السبع أولها تشييع جنازة المؤمن فالمسلم له على حقه المسلم حق إذا مات أن يشيع جنازته ففي الحديث أن المؤمن إذا رافق الميت فصلى على جنازته ثم تبعه إلى المقابر فوراه له قراطان كل واحد منه مثل جبل أرطل من الحسنات والسواة وإذا اكتفى بالصلاة عليه فهو قراطة من الأجر أما عيادة المريض فهي حق للمسلم على المسلم في حياته وبالنسبة للأول فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إذا واروا أحدهم وانتهوا من الموارا استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل وهذا معناه أن الميت ينتفع بدعاء الحي أما التعلق بقول الله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقطع الطريق أمام دعوات المؤمنين للميت فهو جهر وبعد عن الحقيقة فإن صلاتنا على الجنازة أو على الميت هي دعاء وهي شفاعة من المؤمنين تنفع المؤمن أو تنفع الميت وما تلى ذلك من أعمال صالحة فكلها تنفعه والصدقة تنفعه إذا فعلت بالطريقة السنية وطريقة السنة في الصدقة أن تكون من مال حلال وأن لا تكون من ظلم الأيتام وأن لا يدخلها الفخر والخيلاء وأن لا يجمع فيها الناس كل هذه الشروع ذكرها العلماء في قتلهم أخزا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه في حديث عمران بن حسين يقول كنا نعد صنع الطعام واعتماع الناس على أهل الميت من النياحة أي كانوا يعدون أن يصنع أهل الميت طعاما من مالهم للناس وكذلك جمعهم الناس لذلك يعتبر من النياحة أما إذا اجتمعوا للعزاء فيجوز الاجتماع للعزاء في مدة ثلاثة أيام هذا شيء مشروع ليس في بلعا لكن على المسلمين في الحي أو في المنطقة أن يصنعوا الطعام ويعده ويقدمه إلى أهل الميت هذه السنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء خبر وفاة يعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أمر أهل بيته فقال اصنعوا لآل يعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم من هنا أخيز السنة إذا مات ميت فإن الجيران والمعارف والأحباب والإخوة يقدمون لأهل بيته طعاما يكفيهم ويكفي من استضافهم أو من جاءهم ضيفا هذه السنة ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه السنة من حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه أي أن يجيب دعوته إذا دعاه لوليمة أو دعاه لطعام مما اشتهر عند الناس بالعزومة لأن غالبا أصحابها يدعون بنية وعزيمة فيجيب المدعوب وليس من شرط الإجابة أن تأكل الطعام يمكنك أن تستجيب وتحضر ولا تأكل الطعام إذا كنت شاكا في مصدر هذا الطعام أو حله أو شيء آخر أو لعدم الصحة أو لعدم الملاءمة لأن يكون الإنسان مصابا لمرض يمنعه من تناول جنس ذلك الطعام كل ذلك يجوث بالشريعة هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تجدد لأخيك المسلم حدث يفرحه أو يصره من عرس أو ولادة أي تجدد مولود في حياته أو أنه يحتفل بأصدقاء له يسعدونه وهو يسعدهم بأن يعمل الطعاما احتفالا بهم وما شابه ذلك كأن يكون هناك حزاب أو ختم القرآن مثلا فإن في كل هذه الحالات يجوز للمسلم أن يجيب دعوة أخيك المسلم إذا أدعاك أن تجيب دعوته يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حقه عليك وأن تنصر المظلوم أن تنصر أخاك المظلوم لحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما ومظلوما قلنا يا رسول الله هذا مظلوما فنعرف أن نصرته أن نمنعه من ظلم من ظلمه في ماله أو في عنده أو في نفسه أما كيف ننصره وهو ظالم قال تأخذ فوق يديه أي تأخذ فوق يديه تمنعه من الظلم فمنعك لأخيك من الظلم هو نوع من النصرة له إذن نصرة المؤمن لها دخل في أن يؤمر بالحق إذا كان جاهلا فعلمه وإن كان غافلا تذكره أو ناسيا تذكره وتنبهه وإن كان ظالا فترشده وتهديه وهكذا إذا أقسم تبر قسم ما معنى أنه تبر قسم وإبرار القسم أي إبرار قسم المؤمن إذا أقسم عليك المؤمن أي حلف عليك بما هو حلف شرعي حلف بالله أو بأسمائه مثلا فيجب عليك أن تبره ما معنى إبراره هنا هو تصديقه فيما حدث فيه بعد أن حلف لا تقول لا أنه كاذب لا 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 أن تحدك هو أن تسمعه يحلف باسم الله وهذا كفى أما باقي الأمر فهو على الله تبارك وتعالى يسويه ليس عليك منه شيء وهكذا من الواجبات عليك لأخيك رد السلام في بعض الروايات إفشاء السلام نعم إفشاء السلام هو أن تأتي وتجد أخاك المسلم فتسلم عليه أما رد السلام فهو أن تكون جالسا ويمر عليك ويقول السلام عليكم تقول له وعليك السلام أو عليك السلام ورحمة الله وبركاته فرد السلام من حق المسلم على المسلم كذلك من حقه عليك أن تشمته إذا عطس وتشميته عندما يعتص ويقول الحمد لله تقول له يرحمك الله يرحمك الله وهذه الرحمة تتضمن الدعاء له بأن ينجيه الله تبارك وتعالى مما يجب عليه الشماتة لذلك تسميت تشميت وفي بعض روايات تسميت التسميت هو أن تدعو له يرحمك الله أي بأن يوفقك إلى سمت الصواب وسمت الحق أي أن تقلب من الله تبارك وتعالى أن يرشده ويهديه ويسدد خطاء هذه الحقوق هي من مضمون تطهير المتمع من الإساءة إلى أخيك المؤمن فهي تحل محل الغيبة والنميمة وترويج الأباطيب وترويج الإشاعات وإلحاق الأزى والضرر به أو بماله أو بعرضه أو بأهله أو بجماعته كل ذلك محرم شرعاً وأنت بإحلال هذا محل هذا تطهر هذا المتمع وتهيئه لطاعة الله تبارك وتعالى لذلك زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أموراً أخرى تتعلق بالمنهيات وهي كلها راجعة إلى استخدام الإنسان في نفسه أولها قال ونهانا أي صحابي البراء ابن عاذب يقول ونهانا عن آنية الفضة نأكل في الأواني العادية ولا نأكل في إناء الفضة لأن كان الكفار والملوك الجبابرة يأكلون في الفضة ولا يأكلون في غيرها فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من التشبه بهم لأن الإنسان يتشبه بالصالحين ولا يتشبه بالطالحين لذلك صدق القائل في قوله فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال أو بالصالحين فلاه نهى عن استخدام واستعمال المسلم ذكرا كان أو أنثى لآنية الفضة ونهى الذكور عن خاتم الذهب ونهى عن الحرير والديباج والديباج هنا عبارة عن الثوب الذي ظاهره وبطانته كلها من الحريد الخالص ونهى عن القسي هي عبارة عن ثياب يؤتى يؤتى بها إلى الحجاز من أرض مصر تكون بطانتها من الحرير والاستبرق عبارة عن الحرير الغليز والمثرة الحمراء المثرة هي عبارة عن فرش صغير تعمله النساء هو حرير يحشى بالقطم يوضع على ظهر البعير أو على ظهر الفرس ليريح الراكب من التعب هذه الأشياء السبعة كلها حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم آنيت الفضة وخاتم الذهب ولبس الحريب ولبس الدباج ولبس القسي والاستبرق والمثرة أي استقلامهم إذن يجب علينا أيها أيها دخوة المؤمنون أن نحيي سنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بيننا الله يقول الذين إن مكناهم في الضر التمكن في الأرض يراد به الملك والسلطة لكن قد يكون التمكين تمكين كل مريء بحسبه عندما تجي السلطة في بيتك أو في إخوتك أو في أبنائك أو في جماعتك كل ذلك تمكين فيجب عليك في هذه الحال أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لأنه دائما ارتكاب المناكر والمعاصي في المتمع ضررها لا يقتصر على مرتكبها وإنما ينال ويطال كل من بالمتمع ولهذا السبب يجب علينا أن نحيي هذه السنة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور بارك الله لي ولكم شكراً يا عظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم إنه تعالى جواد الكريم ملك للبر الحمد لله حمداً يقترن بحكمة الله البالغة ويحيط بنعامه السابغة ويقص نعمته علينا بالإيمان والإسلام فإن أعظم نعمة ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والشك والتأثيم وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المنعوث بجميع المحامد والخلق العظيم المخصوص بكمال القرب والتقديم اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسلك سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه أهل الرضا والتسليم أما بعد يقول رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة وفي رواية أكفلوا أكفلوا لي ستا أكفل لكم الجنة معنا حافظوا على ست سنة أنا أضمن لكم الجنة عند الله أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم هذا الحديث يتضمن ست أشياء تتضمن طهارة المؤمن وزكاوته وتخلصه من النفاق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن للمنافق علامات آيات إذا حدث كذب وإذا وعدت أخلف وإذا تمن خان وإذا عاهد غدر ثم ذكر صفات أخرى تتعلق لكف الأذى لأنه لا يكون مسلما والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن إلى من يا رسول الله قال من لم يأمن جاره بوائقه حلف ثلاث مرات على أن من لم يؤمن جاره من شره لا يؤمن لا يكون مؤمنا كذلك الكذاب وخالي مخلف الوعات والخائن في الأمانة والواقع في المعاصي معصية الفرج وغير الغاضي لبصره ومن لا يكف يده من إلحاق الضرر والأذى بالآخرين هكذا زكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي هريرة أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله كل المسلم المسلم أخو المسلم كل المسلم المسلم حرام ماله ودمه وعرضه بحسب امرئ من الشر أن يحر أخاه المسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا في هذا الحديث يرسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا الصورة الصحية إهمالك لحقوق إخوانك أمر يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من إشاعة المحبة لا بد من إشاعة السلام لا بد من إشاعة التعاون هناك مثل آخر ضربه مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسائر والفماء معنى هذا أن ما يصر آخاك المؤمن يصرك وما يؤلمه يؤلمك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هل طالبنا أنفسنا بتطبيق هذه المبادئ يجب علينا أن نتساءل هل صدقنا في هذه الأوامر مع الله هل صدقنا في أخذنا الأهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نمتسل أمر الله ونتانب نهي الله ونتمسك بسنة هل صدقنا هل نشهد في أنفسنا بأن هذا الأمر قد استقر في نفوسنا ونفزناه كما طلب منا أعتقد أن الإجابة بالسلب أكثر منها بالإجابة ولذلك يجب علينا أن نبدأ من جديد ونبدأ بتنفيذ هذه الأوامر الصادرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه وحده الذي أتى باليقين من الله تبارك وتعالى وهذا اليقين الذي جاء به عبادة تنتهي إلى اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسي وثنى فيه بملائكة المسبحة بقدسك وثلث بكم أيها المؤمنون من جن وإنس فقال جل من قائد عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشراء اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسلك سيدنا محمد صاحب الحوض المولود المقام في المقام المحمود وعلى آله زي الفضل الجلي وأصحاب زي القدر العالي أبي بكر وعمر وعظمان وعلي ورضا اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وعن ماهم برحمتك أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وبدت شمل المحرفين والمبدلين من طوائف المبتدعات أجمعين اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أمنا في دورنا أصلح لا تأمودنا واجعل اللهم إلى تنفيما خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك أرحم الراحمين اللهم اغفر لمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نور على أهل القبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم اللهم تبع على التائبين واغفر ذنوب المزنبين واغفر الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين واكتب الصحة والعافية السلامة والتوفيق والهداية لنا ولسائر المسلمين في بردك وبحرك أجمعين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم يكفع عنهم جميع المساوي والشرور اللهم طمعنهم في بلادهم اللهم انصرهم على عدوهم واجعل رايتك راية الإسلام راية التوحيد راية لا إله إلا الله عالية يا رب العالمين اللهم ادفعنا البلا والوبا والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة عن سائر بلاد المسلمين عمة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكن والبغي يعيوهم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة